اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اترقبوا عن ملة عبد المطلب فلم يزال يكلمانه حتى قال اخر ما قال على ملة عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة 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 بيلا الله سبحانه وتعالى كمان دي بصورة القصص يعني اشتركوا في القناة 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 ودفاعه دي اه اسلامي موتاني فاللي بو اه يأفلح ابو طالب لكن العباس من ابو طالب مبيرة قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم عباس هي مبيرة العباس قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم ما اقنيت عن عمك فانه كان يحوضك يعني العمك يدافع كده يبوني اللي وديكه لانه وتدافع قلكه على بيلي ويغضب لك واني دي بكه لتمتعك الاب على جل لك ازعي الورد قطب على وانتحتك تدافع مني قدرك موتك تدفع مني قدرك كماذا لابلته قال هو في دحداح من النار ولولا انا لكان في الدركة الاسفر من النار طيب تلحبك من اساتك تنقفي قدرك لك دي النبي صلى الله عليه وسلم تدفع دحداحنا ايسات هلا انا ميقبيني دركة الاسفر ديباوه قابلا منافقين لك ديباوه قابلا لكن الله سبحانه وتعالى اكرم ايوه بسببت للنبي صلى الله عليه وسلم اديح وها خديجة توفيت رحمها الله وفاة خديجة اه ولم يندم الجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفاة بطالب حتى توفيت ام المؤمنين خديجة رضي الله وعنا وذلك في رمضان اه من نفس السنة العاشرة بعد وفاة ابي طالب بنحو شهرين او بثلاثة اه ايام فقط وكانت اه وكانت وزير الصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام اذرته على ابلاق الرسالة وواسته بنفسها ومالها وقاسمته الاذى والهموم قال صلى الله عليه وسلم امنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس واشركتني في مالها حين حرمني الناس ورزقني الله وردها وحرم ورد قيرها النبي صلى الله عليه وسلم اه من حزن انا احواب هنا انا عمو ابو طالب ان دا يفكر لين دا يفكر منه دي بنفس السنة الله دي برمضان السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اه خديجة اه ابسحة وابسالة سوارح اه فاقت قرى اه عمو ابو طالب وفيت واتهياني بمسابة وزير حلتك للنبي صلى الله عليه وسلم اه دي با براق دعوات صديته وواسته ومالها وبنفسه دي بلقمت عيش قاسمته ودي بهموم قاسمته والنبي صلى الله عليه وسلم بيرا دي بحديث ان دي بمسند الماء مسلم هلا مسند الماء احمد اه امنت بي حين كفر بالناس وصدقني وصدقتني حين كذبني الناس واشركتني في مال حين حرمني الناس ورزقني لله وردها وحرم ورد غيرها اتا امنت بي ادام وكفور بي عند انتو تصدقتني ادام دلت حسيني دي مالا وشاركتني ورب اسم حانه تعالى والله جمعنا وديو وقيرا والله دي قب اقليه لكل افضالنا خديجات رضي الله عنها ام المؤمنين وورد في فضلها في فضائلها ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من اشياء دي بفضلنا عشاء لاناي خديجة رضي الله عنها ام المؤمنين دي بارة كرة فقال يا رسول الله اه فضلها ان جبريل عليه السلام اتى النبي جبريل لبا النبي عليه السلام اعطاه وبيع لي يا رسول الله هذه خديجة قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب او شراب فاذا هي اتتك فاقرى عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب دي الصحيحة اللي حديث اللي الله سبحانه وتعالى جبريل اللي كدب النبي صلى الله عليه وسلم مطا إلا خديجة مطا اللي مسلاق رابها اللي نابرها اللي مستيها اللي قالها اللي مسلاق الكاء وانتا سلام قراء ديبا وبشرها ببيت في الجنة اللي تقلا من قصب تعب اللي بديبو والأواء اللي بديبو ونصب اللي بديبو ويلتكلس وكم سأل لبشر رقل خديجة بيلي جبريل من رب الناتلأكا واللي فضلنا يا خديجة من أفضاله لأوروته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها دائما ترحم عليها دائما النبي صلى الله عليه وسلم فاقر الله فاقر دعلا ومسند ذكره على ولا ترحم ديب على وتأخذه به الرأفة والرقة وكان يذبح الشاتاء فيبعث في أصدقائها لها مناقب جمى وفدائل كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم لحرد على نواي طاليد من قيد أي شيء اندا حرده لبما اللي هاته إجلان وإكراما لقل خديجة لما اللي هاته لكرم على النبي صلى الله عليه وسلم وبدوح مننا مناقبه وبدوح مننا أفضال لنا يا حلا لما ساحد ديبايل الزكر للحرقة الله ديبا لكانا قلساته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة